نحن الآن على الحدود اللبنانية السورية الشرقية باتجاه الغارات لماذا؟ سأذهب معك بهذه الصورة إلى آخر هذه النقطة وتحديدا عند الحدود الشرقية بالتي جرى مع فجر اليوم وهي أن الطيران الحربي الإسرائيلي غار على هذه المنطقة سأذهب سريعا إلى أحد أهالي البلدة للسؤال ماذا الذي جرى عندكم صباحا في هذه النقطة؟ حوالي ساعة اثنين بالليل ضربت إسرائيل ضربة فوق عراسي الجابة الضوية كتير قوي ليس هذه أول مرة هذه المرة الثالثة إسرائيل تستهدف لحدود فوق ضيعتنا مع العلو أنه ضيعتنا كفر زبد ما فيها مراكز عسكرية هذه المراكز الفوق البعض يقول إلى أنها مراكز قديمة للجابة الشعبية تحريف فلسطين القيادة العامة والبعض الآخر يقول إلى أنه طرق أمداد الإسرائيلي يقول إلى أنه يقوم بقصف طرق الأمداد كيف كانت الضربة قوية مش قوية كيف كانت توصيفة وارتداد على أهل البلد؟ الضربة كانت قوية جدا وعملت ارتداد كبير ولا نعلم إذا كان مكان الضربة إذا كان طريق إمداد أو مراكز عسكرية كونه في أعلى راس الجبل ونحن ضيعتنا في وادي تقع سؤال ثاني رويتر تقول إلى أنه سأذهب مع الصورة بس فقط إذا سمحت إلى آخر هذه النقطة وهي مباشرة عند الحدود ترجمة نانسي قنقر